أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيز عليم وكذلك مكنا ليسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير الذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخله عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جحزهم بجهازهم قال ائتوني بأخلكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا مضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا مضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أحلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوهم موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن كثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخلك فلا تابئت إس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيها العير إنكم يسارقون قالوا وقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجيز الظالمين فبد بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كيدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما يصف تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين إرجيعوا إلى أبيكم فقالوا يا أبانا إن بنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي قبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عصى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفته تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا بمضاعة مرجات فأنفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إذ ذهبوا من قميصه هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سنف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال يدخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدء من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من أنباء المغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما كثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بوتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أومن يتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أحل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير الذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد يكذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامي مرى تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكنك إثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى عن العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في العكل إن في ذلك الآيات القوم يقلون وإن تعجب فعجبوا قولهم إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد يقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة كبير متعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه وخلفه يحفظونه من أمير الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفوسهم وإذا أراد اللهم قوم سوءا فلا ما رد له وما لهم من دونه موال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال وينشئ السحاب الثقال ويسمح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصوايق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاهو ما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها ويظلالهم بالغدم والآصال قل من رب السماوات والأرض قل لله قل أفتخذتم من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلون الله شرا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية مقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما ينقدون عليه في النار بتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا جميعا ومثله ماه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ولا بئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بأحد الله ولا ينقدون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أيوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم قبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وضرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم وقبى الدار والذين ينقضون أحد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبئسط الرزق لمن يشاء ويقدير وفرحوا من الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويحدي إليه من أناب الذين آمنوا وتاطمئن قلوبهم بالذكر الله ألا بالذكر الله تاطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات يطوبا لهم حسن مآب كذلك رسلناك في أمة في أمة قد خلت من قبلها أمم تتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم مما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استحزئ من رسل من قبلك فأمنيت الذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاق سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم مظاهر من القول بل زمين الذين كفروا مكرهم وصدوا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من حاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها في تلك أقبى الذين اتقوا وأقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك بما أنزل إليك من الأحزاب من ينكر بعض قل إنما أميرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حقما عربيا ولئن اتبعت حواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولا قد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عيدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من يطرى فيها والله يحكم لا مؤقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن نقب الدار ويقول الذين كفروا لستمروا سلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وولّ للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عواجا أولئك في ضلال بعيد وما رسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد رسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور واذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه ذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوى العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم في ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيد وَلَإِن كَفَرْتُمْ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودُ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهِ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُنْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبِ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطْرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُونَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَ عَمَّا كَانَ يَعْبُدْ آبَاؤُنَا فَأْتُوْنَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٌ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبولنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنحنكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت من ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمادين اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال المعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز يبرزوا لله جميعا فقال يضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم غنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سوا علينا أجازعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفوسكم ما أنا بمسريخكم وما أنتم بمسريخي إني كفرت بما أشركتمون من قابل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنحار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة جئتست من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعمد الأصنام رب إنهنا ضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا لمقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تحوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا أغفل لي والوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار محطيعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا قسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفوسكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسب أن الله مخليف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات برزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار لِيَجِئِزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسِمَّا كَسَابَتْ إِنَّ اللّٰهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَّا بَلَاؤُ لِلنَّاسِ وَلْيُنْذَرُوا بِهِ وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ اِلَاهُوا وَاحِدٌ وَلْيَذَّكَّرَ اُولُ الْاَلْبَابِ سَدَقَ اللّٰهُ الْعَزِيمُ 13 secde ayeti vardır. Yapmayı unutmayalım. ترجمة نانسي قنقر